استأنف المبعوث الأممي جولته في المنطقة بزيارة السعودية حيث يبحث عن فرصة جديدة للحل السياسي المتعثر في اليمن لا جديد في تزامن هذه الجولة مع العمليات العسكرية المشتعلة في أكثر من جبهة وتحديدا في الساحل الغربي لمدينة تعز وكذلك في صعدة وأجزاء من محافظة شبوة حيث تحقق قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما ملحوظا في هذه الجبهات ما يدعو بعض المراقبين إلى التشكيك في مهمة المبعوث الأممي يرى هؤلاء أن الهدف من الجولة الأممية إعاقة انتصارات الجيش الوطني وعدم تمكينه من تحقيق الحصم العسكري الكامل ويكفي النظر إلى المبادرة الأخيرة التي قدمها ولد الشيخ والتي تجاوزت المرجعيات المحددة في كل جولات الحوار السابقة هذه المرجعيات هي أساس الحل وطريق السلام الحقيقي وتجاوزها يعني العودة إلى نقطة الصف فهل كان المبعوث الأممي بحاجة إلى هذا التعقيد الإضافي للمفاوضات وتصفير عدادها من جديد لكن الشكوك تذهب أبعد من ذلك إلى صف التحالف العربي وقيادة الشرعية إذ أن انطلاق عمليات عسكرية في جبهة وتوقفها بشكل مفاجئ في جبهة أخرى كثيرا ما أثارت التساؤلات العملية العسكرية الواسعة في الساحل الغربي جاءت كسابقاتها بزخم استصريحات والآمال بتحرير كافة مناطق الساحل الغربي ومدينة تعز المحاصرة بعد أن رفضت الميليشيا التجاوب في كل جولات الحوار السابقة اشتركوا في القناة